بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بعد أيام قلائل تمر علينا الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الثورة الكرامة وبهذه المناسبة نتوقف لنضع بعض النقاط أولا أن هذه الذكرى السنوية الرابعة لا بد أن تكون ذكرى متميزة بالثبات ذلك أن الوجع الذي طال هذا النظام الدكتاتوري المستبد من خلال صمود هذه الثورة وثباتنا على مطالبنا حتى تتحقق كاملة قد أذاق هذا النظام ما لم يذقه طيلة قرنين من الزمن اغتصب فيها السلطة والنظام السياسي ولذلك لا بد أن تكون هذه الذكرى ذكرى للتعبئة ذكرى للثبات ذكرى لتعزيز وتأكيد الصمود الذي يجب أن يضاعف وجع هذا النظام بإصرارنا على تحقيق هذه المطالب ثانيا علينا أن نتذكر كثيرا في كل لحظة من لحظات أن هناك دماء أعزة علينا سقطوا شهداء هناك قاد فقدناهم في ميادين الكرامة مثل القائد السيد علي الموسوي وثلت الشهداء السعداء الذين فقدناهم على مذبح الحرية والكرامة لكي نحيا حياة بعيدة عن ظلم آل خليفة واستبداد آل خليفة ثالثا عصيان الإباء يجب أن تكون مرحلة مهمة جدا جدا نثبت فيها المطالب الأساسية هناك محاولات كثيرة تستهدف هذه الثورة وتحريفها عن أهدافها ولا بد من تأكيد الثوابت الوطنية أن لا نتنازل عن كرامتنا الكاملة وعن حريتنا الكاملة وإضراب الإباء هو المناسبة المثلى لنثبت للعالم وللجميع بأننا لازلنا على العهد مع دماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن حريتنا وعن هذا الوطن وعن كرامتنا ولذلك أدعو جميع الناس للمشاركة كما شاركوا وأثبتوا ووقفوا في الاستفتاء الشعبي وسجل علامة فارقة في الإرادة الحقيقية لشعبنا وأهلنا في البحرين اليوم ونحن على أعتاب ما دعت إليه القوى الثورية من إضراب أو اعتصام الإباء عصيان الإباء لا بد أن نشارك جميعا لنسجل ملحمة وطنية جديدة في حلول الذكرى السنوية الرابعة لتتواصل هذه المسيرة شامخة وثابتة حتى تتحقق الأهداف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل علينا بنصره وأن يزيح هذا الكابوس عن بلدنا الطاهر الطيب ويمنحنا السلام والعدالة والحرية والكرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته